السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا دكاتر عامين يا رب اكونوا بخير الناس منكم ونرمى مدوح من الفرق الرابعة وان شاء الله هشرح معيكم revision of pharmacology of epilepsy يلا نستعين بالله ونبدأ زي ما بدأنا المحاضرة هنبدأ ال revision نبدأ بحكاية مين؟ حكاية الطبيب المقيم الطبيب المقيم في قلب بابا وماما اللي كان قاعد عادي في امان الله وجموا جيران وقالوا له يا دكتور ابننا المدرس بيشكل منه انه بيسرح كتير اوي في قلب الدرس هو عمين يضربوه وعايزينك تعب معا تنصحه بس انت بذكائك وشطرتك قدرت تعرف ان هو عيان مش بيتدلة طيب الحمد لله بقيت كبرته ومن بقيت طبيب مقيم في المستشفى وجاتلك حالة تانية ان واحد بيتشيكي انه بيتجلت اشانه جات بطريقة فضيعة بتستمر ثواني وتتكرر اكتر من مرة فانت قدرت تشخصه وتقوله ان انت عندك مرد اسم الصرح وقدرت تدله العلاج المناسب ليه عشان كنتم ذاكر محادة الابليبسي تمام تمام يلا بقى ندخل على الروفجين زي ما انتم عارفين ان ديرفجين مش محاضرة يعني انا ان شاء الله في الروفجين دي هعتمد على ايه هعتمد اللان هراجع مراجعة بسيطة على الوينتي او الايتم زي يعني اللي كانت في المحاضرة وهنحل عليها الاسئلة تمام هنحل الاسئلة اللي موجودة في الكتاب الكل ان شاء الله يعني المفروض يعني هنتكلم عن ايه التحاول الاول نعرف ايه ايه هو مرض الصرع اللي انت قدرت تعرفه في طفل صغير او في الراجل الكبير اللي جالك في المستشفى اول حاجة وبقول لك على فكرة ده ممكن يجيلكم سؤال ايه هو ايه هو ايه هو ايه يعني بيجي الفترات مؤقتة فترات يعني مبيوع الثواني مقليل اول ما استمروا الدقايق بيجي على هيئة اتاك يعني نوبات بيجي النوبة وكانت تخفطه بطبيع وكانت جيلك النوبة لأمرة تانية ممكن تكون تيجي في حاجة جسدية في السوماتيك في عضلاتك العضلات التي تتوقع تنقبل او سايكوك يعني حاجات في حاجات السايكاتري يعني ايه هيئة هلوسة في السامعية او هلوسة بصرية حاجات في حاجات تتحكم فيها ممكن تفقد الوعي فيها وممكن لا لا تعرف بيبان طبعا في حاجات كتير بيبان في السوماتيك والسايكك ده كان سؤالي يعني سوماتيك وصايك وايه الحاجة التالتة بيبان فيها حاجة اسمها اللي هو رسم الموق بيبان فيه كهرباء زي ده كده ايه ازبابه فيه ازباب برايمر ازباب برايمري انه مقوز او جيناتك ازباب الساكندرية خبطة سرطان انفلاميشن وهكذا ايه الباصو فوسيولوجي ازاي حصلت الكهرباء دي حصلت ان زادت انتو عارفين في اي حاجة في جسمنا في نيرو ترانسيميتر النيرو ترانسيميتر اللي موجودة في البرين في حاجات منها اجزيتاتري يعني بتعمل اثارة وفي حاجات انهيبشن يعني بتقلل بتعمل انهيبشن يعني بتهبط طيب هو اللي حصل زادت هو بسبب الكهرباء زايدة ايه اللي حصل بقى نيرو ترانسيميتر زادت وقلت الانهيبشن لما زاد الانهيبشن اللي هو فيه اثارة قوي في النرفات وقلت الحاجات اللي بتعملها انهيبشن هي بتوقفنا اللي بتقولها لا اوه فوق لا اهدوه وطبعا معاهم فتحة اللي هم مسؤولين عنها اللي هي كالسيامتشانل وصوديومتشانل احنا عدنا نوعين من نيرو ترانسيميتر اه اكزيتاتري وانهيبشن انهيبشن زي الجابة وكزيتاتري في الايبليبشن كافة الاكزيتاتري هي اللي بتطب لانهم هم اللي زاد والانهيبشن هي اللي بتقل اه دي صورة على النوع النظرية اللي فاتت دي تنطبق على كل انواع الايبليبشن معادا نوع واحد النظرية دي ما بتنطبقش عليه اسمه ابسنس تيجر ابسنس يوب هو ده النوع الوحيد اللي مفوش اصارة ابسنس يعني غايب لكل الحاجات اللي فاتت اللي بيحصل فيه اللي بيحصل انت بتفتح فيه قناة اسمها كالسيامتشانل اي حاجة في البرين متصلة ببعضها يعني ما عندك مثلا البيزر الجانجي لو وصلنا بسوا حاجات دي متصلة بالسيربر الكورتكس عشان يبقى فيه كونكشن متصل ما بينها الفكرة بقى ان في البيزر الجانجي اللي بقى هنا النيرون وهي راحة السيربر الكورتكس دي الاوامر مش بتمشي خط مستقيم كده في فايبرز بس لا ده فيه سلبة دي فيه خلية بتقطعها الخلية دي موجودة في النصر تيجي الاشارة العصبية ماشية 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 عادي هي طول ما انت صحي ماشية عادي انت صحي والافكار بتجيلك وفيك نقشن ما بيحصل في البرين وبروزس صعبة قوي كل حاجة تمام الخلية دي نايمة الخلية الخضر دي نايمة اول ما يحصلها استثارة الخلية دي تتشغل تروح قطع الطريق بتاع الاوامر بتاع الاوامر بتاع الاتصال تيجي الاوامر ماشية ايه ده انا هرايح هنا تروح مريحة اللي يحصل ما يتوصلش لمعلومات السيربر الكورتكس انت في الحالة دي بتنام بتغيبة عن الوعي وده بيحصل نايمين وده من رحمة ربنا بينا عشان انت لو فضلت طول الوقت الخلية دي شغلة عندك هتفضل نايم على طول طب لو فضلت طول الوقت الخلية دي مش شغلة هتفضل يقز على طول دي من رحمة ربنا انه خلية دي موجودة علشان وقت ما تعز تنام الخلية دي تشتغل فتقطع السكة على الاشرارات العصبية فما توصلش تتنام وتهدى الفكرة بقى ان المرض الرابع اسمه ابسنسجر الخلاة دي بتشغل في كل الاوات من تصاحل اولا بتجي للاطفال فهي الطفل يكون قاعدة عادي وفجأة الخلاة تشغل فيروح غايب عن وعي لمدة ثواني عشرة عشرين ثانية وكاد ترجع تطفي تاني فيروح هو ايه ياقص بقى فاهمين الفكرة هنزين تعرفوه اكتر وشوفوه محاضر اسمو الابليبسي بقى هي بسبب هايبر اكزيتابيلتي بتاعت النيرون نوع اسمه الليكلاليز نوع اسمه جنراليز طبعا بايا من فرق اسم الليكلاليز ده بيجي في المنطقة معينة بيصيب جزء معين من البلين في ناحية واحدة بالهيمسفير انما بالهيمسفير ده لا بصيب هيمسفيري وبيصيب الجسم على الناحيتين ده شكلهم السمو طبعا السمو البرشيال طبعا لنوع اسمه سيمبل نوع كومبلكس نوع برشهي والسكن انتخل حين قولهم دعا النوع السيمبل ده بيحصل بس مجرد كونتراكشن في العضلات في الحتة اللي تصابط جاه في ناحية واحدة في الهيميسفير ودي الحتة دي اللي تصابط والحتة دي اللي هيحصل فيها جات بقى مثلا في الاكسيبيتال لوب عند الفيجن هيحصل له هلوسة في الفيجن بس آآ بقيت حاجة بقيت آآ اجزاء البرين سليمة وبقيت عضلات سليمة جات له في التمبرال لوب هتقصل على الهيرنج السمع وهكذا جات له في البرامدة الارية هتقصل على الموتور فهكذا يعني آآ المميز بقى اني معسلم دي ان الشخص ده ما يفقدش الوعي نفس الحاجة بس بيحصل له ايه مشاكل في الوعي بيحصل له التوريشن في كونشوسنس طيب النوع تالي ده اسمه ايه بارشير والسكندر جينالراتي يعني ايه يعني هي بتبدأ بنقطة واحدة هنا النقطة دي هي بتبعت اشارات في نفس الهيميسفير دي توبه بارشير برضو دي اصلا الكمباليكس طيب منها يعني بس معدتش معدتش الهيميسفير تاني ده اسمها آآ بارشير البرشير ان شاء الله نفس الهيميسفير كلو بس هيميسفير واحد هيميسفير ايه واحد ناحية وحدة اينما عادت لناحيتين الهيميسفير في تلك نحية ايه البدأ Moses أبسنس مايكلونيك أتونيك أتونيك يعني ايه ما بقاش فيه عند تون عضاته بقى سايبة فبيقع المايكلونيك لا جات له في عضات معينة وحصل فيها ايه كولونيك كونتوركشة تام وفيها معا مشاكل في الوعي الأبسنس دي اللي احنا قلنا عليها الطفل اللي بيفقد وعيه الحاجات بسيطة جدا عشر لقمستوشر سنية خليوا بالكل رقم ده مهم وانها بتبدأ في الاطفال من سن 12 اه 2 ل 12 سنة ودي مهم تام ممكن تكمل ممكن تختي فيه الله وأعلم بقى التونيك كولونيك بقى ده اللي بيحصل إيه بيحصل في الحاجة الأول التونيكه يعني عدته تخشي بالأول وبعد كده كولونيك يعني بتحصل لها ريتمي كونتوراكشن ده بترتيبها م etcetera كولونيك اللي هو زي ريتمي كونتوراكشن زي القلب اللي على ريتمه معين في النقبال بتاعة م ، هي الأول بتبتدي باورة يعني هو بيحس الأول ان هيحصل به حيجة بيحس بحاجة هتحصل له يفقد وعي وبعد كده يحصل له تونيكسبازم وبعد كده فلاسد اعضاته ترقى بقى ويدخل في ينام بقى دي كل الانواع ازاي بقى هنعليجي الانواع دي كلها هنعليجها بتو كلاسيك من الدروكس كلاسيك ونيور الكلاسيك هي الفينيوتوين والكارباماتيبين والفالبوريك اسيد والفينيوباربيتول والبنزلوتيازيبين طب النيور ايجنت طبعا احنا بس مجموعهم في عصام واحدة بكلمة هكوها بتقول لي عصامي الاول روح في العربية حط فيها بنزين وبعدين هتفينه الباربي وقالنا في النيور ايجنت لم يجبت الطب في المتحان الجديد عصام تعلموا هنا عصام مثلا الاول عشان نفتكر ان هي كلاسيك درجة اللي نزلت الاول اصح التقسيم دي على حسب المدة الزمنية ان الكلاسيك هي اللي جات الاول قبل التمانينات انما النيور بدأ في التسعنات واحفا عصام الاول عشان نفتكر اللي الجنشات روح في العربية اللي هي الكاروكاربولونيزبين ومضح فيها بنزين الرخ عشان نفتكر لي acquired انما جابت ان تحان الجديد عشان نفتكر الجنشات انما مايقيام ايجنت لم تود درجين جابت جابت رمحتين اي طب أنات ت항 نكتรيت مايقيام حوال درجينG اللي يمتحان الجديد عشان نفتكر ان هو اي اي سلات الي مكانيزم لي مى قد الميكانيزم 22-urch دي حفظ صم ومفهاش تفاهم ودي اللي عليها معظم الأسئلة ازاي بتشغل زي ما قولنا احنا عرفنا البصو في سيوروشي اكيدا نعرف الميكانيزم يعني احنا مثلا عندنا ايه حاجات اللي حصل ان الجابة قلت فندي أدوية لزود الجابة الأدوية اللي بزود الجابة بتشغل على الريسيبتور بتاعت الجابة وتطلع على الجابة جابة بوتينياتور او ميميتك حاجات شبه الجابة اللي هم أكبر بتيوريت وبينزودايز بيه مهم بصوا كل الأدوية اللي في السلايد دي مهمة ودي فكرة عليها معظم أسئلة لو انت حفظت السلايد دي بس والسلايد بتاعت النيور ايجنت خلاص انت مش عايز اي حاجة دي والله العظيمة بتاعت تحيلي كل أسئلة دية مكازبو في اكشن بتاعت الكلاسيك دوروك يعني يبلد تشغل على الجابة البنزودايزيبتوري طب اللي بتقلل تكسير الجابة يبقى كده برضو هزودها بتقلل تكسير الجابة بيبنى حاجة اسمها الجابة الجابة ترونسومينيزة الجابة ترونسومينيزة بيقصر الجابة لما هو يعمله انهيبشا الجابة الزي تمام كده احنا ايه زودنا الجاب عايزين نقلل لها لايه الزيتاترينيو ترونسوميتر اللي هيشغل عليها الفلبوريت اسد طيب كان عندها دوت شنل بيشغلوا عليهم السوديوم والكالسيوم السوديوم في كل الأنواع والكالسيوم في نوع واحد اللي هو بتاع الابسنس اللي هيسترغل عصول يوم الفينوتوين الكربامازيبين والفلبوريك اسد وعلى فكرة الدكتور نباها على كل الأدوية اللي بنون الحمر دي طيب اللي بيقفل الكالسيوم ايسوكسوميت والفلبوريك اسد تعم ودي حاجة بصمجتها يعني هنا فين القر الفان عارفين فين نوع من العربية تسمو فان فين القر الفان تعم طيب هنا جاب بنزين للفان بتاع البربي جاب يعشان نفسك لان هي الجابة بنزين بربي اللي هي بربيتوريك هنا فين فينيتوين الكاركربامازيبين الفين والبوريك اسد والإي إن عشان نفتكر اللي هو شغال على الصوديوم الكالسيوم تلاتة سين تعالوا بنا ندخل على الأسئلة بيقول لك اين الميكانيزم اللي بيتشغله ازاي بتزود الجابة دي عايد على الجابة يعني يعني بتقلل صح بتعدل الايونيك كوندوكترن اه الصوديوم بتعدل الايونات اللي هي ايه القناة بتاعة الايونات الكالسيا امو الصوديوم اه فهي بتشغل بكل الميكانيزم دي وبقى ايه الإجابة دي السؤال اللي بعدي أنهي واحد من الأدوية اللي اللي جاية دي بيزود الجابة ميديت انهيبشن اه ميديت انهيبشن تي عايد على الجابة يعني هي انهي انهيبشن ما فيش عالنغر بربي فينو بربيتول تمام بيبقي جاية فينو بربيتول تمام السؤال اللي بعدي حد اللي عنده اللي بيشتغل على كالسيا تلاتة سي اسوكسوميد وحاجة كمان هنعرفها بعد شوية تمام يبقى ايه هو الاسوكسوميد تمام ايه فيهم بيشتغل على كالسيا تلاتة سي سي نطق مش حرف سي تمام طيب انهي دوة من الأدوية اللي جاية دي بيشتغل على الجابة ريسبتور وبيزود دي المسؤول عن الجابة ريسبتور تمام ما نرجعه بيه ايه بقى بيشتغل على الجابة قلنا الاول جاب بنزين للفان بتاع بربي جاب بنزين فين بربيتول بربي يعني هو حتى نفس لخطيوة تمام ماشي بصوا سؤال بقيتو ده ده مش عليكم بس موجود في كتاب فقلنا نعرفه بأحتياطي ايه هو الانتسيزر الدرج السلفوناميد نوعه من السلفوناميد دي نوعه التاني من الادوية بس مش عليها في المحاضرة بيقفل السوديوم الشاني القصدي وعنده قدرة ان هو يعمل تي طايب كالسيوم يعني بيشغل على السوديوم والكالسيوم بس هو من حدة ايه السلفوناميد هل احنا قلنا سلفوناميد في الانواع اللي فاتت في تقسيمة الدرج الكلاسيك ونيور لا فالدوى ده هو موجود عندكم سؤال في الكتاب فقلنا نقوله احتياطي الدوى ده اسمه ايه بقى ازم سونا سيميل بصوا مهم يعني بصوا يعني هو مش مهم قوي بس يعني احتياطي حسنييك هو عندكم في الكتاب فالدوى من السلفوناميد يوبى سونا سيميل الدوى الوحيد ما قلناهوش طيب ايه بقى ليه بقى عالك عشان اقلل الابنورمال فوكس عشان اعالج مشكلة الكهربا دي وعشان احمل انهيبشن ان الكهربا دي تنتشر مش احنا عندها نوع زي بارشيل والسكندر ممكن بيبدأ فوكس انا عايز امنعه افرد اي نوع من الفوكس اتقلب بقى جنراليز انا ضمنه لا فانا لازم ادي علاج عشان اعالج الحتة الفوكس دي وامنع انتشار تمام ايه اللي خلي بالي ان انا لازم الدوى ده ها يستمر مدة 28-29 مش اقل من كده عشان لو قال لي من كده هترجع لي يحصلي النوبة هترجع تاني ولما اجي وقف الدوى بقفه جرادول يعني لما اجي نسحب الدوى من جسمي يعني اوقف الدوى اوقفه عن مدار 6 شهور مش اقل من كده لو قال لي من كده او اسرع من كده يعني النوبة هترجع لي تاني ومش هتعيدك تمام هيحصلي طيب احنا هناخد اول ادوية في كلاسيك دراج اللي هي فين وكاربا وفالبوريك اسد احنا هنقرر منهم من حيز الابزوربشان ودتربيش بصوا عشان هنلقص بصراحة بقى عشان نحل الاسئلة اهم اهم حاجة بس ما تنسوش الاساميل التجارية بتاعتهم الله اعلم يحفظوا لا بس احتياطي فينيتوين اسمه ديلانتين كاربا مازيبين اسمه تجريتول الفالبوريك اسد اسمه من ناحية بيقولك باتخذ باورل بس ما بيتخذش فينا منه بيتخذ اسمه الفوس فينيتوين الفوس فينيتوين ده ده بتاع الفينتوين يعني يعني دوت اللي بيدخل اه باكيات حاول اكتف فوس فينيتوين اول وكلمة فوس فوس دوت ده هو برود رج ممكن يجي سؤال ده بتاع ايه بتاع الفينتوين ده البرود رج بتاعاه ده بتاخد ايه ام يعني الفينتوين مبتخذش ايم بس البرود رج بتاعه بتاخد اي ام ده بيتاخد اي في وسلو منما البرود در اي ه رابد تمام ده الفرقين الوحيد ما بين البرود راج بتاع الفينتوين والفينتوين خلي بlists تعالون كم بيقولنا بيتاخذ ب penalty لما عاد الطريق في ال Instit وهو يرتبط بالبيبي اللي هو البلازما بروتين هو القلب منيب وهو يحب يرتبط بالبلازما بروتين يتكسر كيف يحصل لها و بعد كده يتخرج في اليورن هو بيعمل حاجة اسمها يعني بيعمل انهيبشن للانزيمات الموجودة في الليفر لما يعمل لها انهيبشن انزيمات اللي بيشتكسر ثانية واحدة بسوية دكاترة هي دي هيباتيك انزيم انديوتر كما دي غلط بس تشربوا عليها بصلاحها معايش في دات المحاضر عشان وانا بنقل اللغوات تما بده هي دي الانهيبشن ودي الاتنين ده الانديوتر يعني انديوتر يعني بيشغله انزيمات الليفر فلما يشغلوها تكسر كل الادوية وتكسرهم نفسهم بيعرفة اللي هو يدرب كوانت خليين يتوب لا بيكسروا نفسهم طيب بيشغل ازاي قلنا من الجدول اللي هو بيشغل على السوديوم اللي هو الفين تمام وبيشغل كوان على السوديوم اللي موجود في البرين والهارت والنيرون عشان كده بيشغل على تحت حاجات لانها مش موجودة في اي داوة تاني طيب بيشغل على النيرون فيعالك حاجات ما دايوبيتك نيروباسي طيب النوع الدول اللي بعديه الكربامازيبين الكربامازيبين زيه في الامتصاص بس بيتاخد قرار بس زيه في التوزيع بس مش بيرتبط بالبايندينج بروتين بالنسبة كبيرة هنا بيرتبط 99% هنا لأ النسبة أهل هنا بيتحول لأكتب ميتابولايت وهيباتيك انزيم انديوسر برضو دي غلط وايضا سمتلك بايندينج بيشغل زيه بيشغل 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 بس بس في البرين والنيرون بس فهو نهوش دوعه بالهرطي احنا لديه دواء انتيا الريتميك واحد بس اللي هو الفينيتويت طيب بيعالج جراند المولو البارشير عادي بس بيعالج حاجة دي ده اسمها تراجيمنال نيورولاجيا ده العصر الخامس بيغزي الوش بيحسن فيه مشكلة بتأثر على نص الوش يعني اسمها اعرفها في المحاضرة وبيعمل حاجة اسمها للناس اللي عندهم الناس اللي عندها بيحاول يعني ايه يسبت المزاجه كده طيب النوع التالت اسمه اللي هو ايه ده بيتاخد اورال هيباتيك انزام يعني بيعملها فتوعد لمدة اطفال لما يعملها انهيباشن لأ الدواء يحب راحة ما فيش حاجة تكسره بقى طيب الشغل زي قلنا هو بيقفل موجود في الاربع خنة بتاعت الجدول الجدول الاهم حاجة اهم من ده كله كمان الجدول الاهم حاجة يوب هو بيشغل في كل انواع ايه الابليبسين موجود في الاربع خناية بيشغل في جراند مال والبوتيت مال والبرشيل والميكلونيك او صحيح تقول لكم البوتيت مال دي هي الابسنس اللي اسمها بوتيت مال بوتيت يعني طفل صغير ومال يعني مرض او ازة او قلم ده معناه بالفرنسي عشان الابسنس ما بيجيش غل في الاطفال تب الجراند مال عكسها بقى لو اللي هو التونيك تيجي في الكبار بقى مش بتيجي في صغيرين فاسمها جراند مال يعني مرض بيجي في الكبار يعني مرض بيجي في الكبار يعني ومود استابلايزر يوبة زي الكربوماديبين الجديد هنا ايه الميجرين هيدك مهم كلمة ميجرينيك اي كلمة مختلفة مهمة عشان الميجرين هيدك هنا مهم وتراجبنا النيورجل هنا مهم والانتقريتمك هنا مهم من حزب الالفرسيفكت كلهم واحد عندهم حسية نوزيا وفوموتينج كونفوشن وهلوسة واتاكسيا ونستيجمان سوتيبلوبيا بيقصروا على هباتك ازاي قلنا الاتنين بصو هباتات الزين بيعملوا ايه يربكون كتبصح او كتبصح الحمد اللي هباتك ميكروزومال انزيم انديوسر تمام معادة ده اللي بيعمل ايه انهيبشن الدول بيشغلوهم فيزوادوا تكسير الادوية زي الاوسيبيه ايه يوارك ومترسيبت البلز يحبون منع الحامل والكورتزون وبيكسروا فوليك اسد اللي بيكون الاربيسيت فيدخلنا في ميجالوبلاستيك انيميا دي مهمة بيكسروا فيتامينكي بتاع التقلط اعامل التقلط في يعملها هيبو بروسترامبنيميا ويحصل بليدينج بيكسروا فيتاميندال بتاع العزام فيحصل قسل ما ليش هشاشة في العزام آآ بس كل واحد لهو قيبة مميزة لي يعني مثلا الفينوتوين هنا بيعمل حاجة بيجالوبلاستيك انيميا او انها من شوية بيعمل هنا مميز لمفادينوبسي الدول بحدي بيعمل لمفادينوبسي هو ايه الفينوتوين طيب بيعمل طيب الفلبوريت بيعمل سرومبوسيتويني بيقلل ايه البريتليب آآ الترجوهات بقى اللي بتحصل فيها هنا كليفت بلات وي لب هارت انومالي هنا زباينة بفدة طيب كل خيبة كل واحد فيهم لهو خيبة مميزة الفينوتوين بيعمل مشاكل كوزموتيك يعني حاجة في تجميل يعني يعمل حاجة جينجفال هايبر بليزي يعني ايه اللسب بيحصل فيها زيادة يعني زيادة في اللسب ويهو شو تزمي يعني ايه شعر زايد اه عن معدل طبيعي ويهو بالميل باتر يعني ايه اه اه توزيع الشبه الميل واكني حبوب ولازمن هنا ناسي سيروم بتاعه اه اه اكار بمزيبين بيأثر على ال اي دي اتش بيزوادو فيعمل ايه ال اي دي اتش انتي ديروتك هرمون همون المضاد يقدرر البول فزيد المية في الجسم وصادة لي اه اه اصاد ان المية زايدة السوديوم هنحس ان هو قليل بس هو مش قليل هو اسمه دايلوشن الهيبو ناتريميا بسبب ايه ان المية زايدة بس هو ما قلش هو قليل بالنسبة للمية طيب الفلبرك اسد لا ده هيعبد الوشي يعني شعر هيوقع ويبيفقد الشهية ويلا ده هو لو قبتيت ولا بادو يساني واحد وش يا جماعة هو بيزود الشهية بيزود الشهية بيزود الوزن ما عليش شعر انا علي كمان هي ازياري حتظ له جاعة اللي هي خاصة بالفينيتوين بس. دي خاصة باين بالفينيتوين باسترق انتر اكشن هو انزام انديوسر زي مقلنا من اول فبيكسر الادوية طب هي الادوية اللي زي انزام انديوسر البربرتيوريت وكاربامازبين دكول انه بيكسروا. طب لما قدي كربل ما زيبيمع فينيتوين كاربامازبين بشغل انزمات الليور في يكسر انه يوم الفينوتين والبازما بروتين لايهم فينوتين حيث يعمل بالبازما بروتين ثانيا الفينتون تكا وهي موت كل الادوية طيب الأخيرة أسفيني أسبرين اللي هو الفينتويني الأسبريني أخده من مغاني ورماه فالي هو بيلو خاص اس في اس في أسفيني أسبرين ده بلازمة بروتينوية تختار الفينتويني ولا تختار أسبريني تختار الأسبرين ده شكل كريفت بلت واللبة و كريفت لب واللفت بلت دي الجنجفال هربربريزيا دي اللي سبينة بيفت طيب تعالوا بقى نحن الأدوية عشان من أقارش بعين مثل الساعة ايه هو الدواء اختار من الحاجات دي اللي ينفع على الفينتوين بيقفل الساديوم اه تباين توانيوستيريك ريكوريوتر له علاقة بالجابة لا له علاقة بالكالسيوم لا هو موجود في خانة واحدة في الجدوى لقولنا الجدوى ده هم حاجة بالديني طيب انهبت الجابة من النجع وهو ما يمعملش حاجة غير الساديوم طيب الفينتوين بيستخدر من علاج ايه الجراند مال إبيليفسي بس لانا ما ينفعشل البوتيت لعشان يشتغلها على الكالسيوم ايه مشاكل في النفسية لا اهو سامح لا دي ما بيعمل هاش ولا دي بيعملها هو اصلا بيعالجي الجراند مال إبيليفسي دي غلط معايتش لغوة فيها احنا النفسين اس هو بيعمل ايه نادا نستجمس دبلوبيا مش عارف ايه صح اكسا برامن دا سيمتوم لما نوجعه هو ما بعملش حاجة غير الساديوم اللي هي الخيبة بتاعته ايه انت عارفين طبعا انت هتقوله ايه ده غرانيولوسيتوبينيا شبه ايه بتاعت الفلبوريك اسم فانطبعا تقوله في البوريت احنا عندنا حاجة اهم من الوقتي عندنا حاجتين جنجفالهاوببريزيا وهيرشوترزمين الاتنين دول بتوع ايه الفينتوين فالاقرب نختار الفينتوين انا عارفة اللي فيه هنا غرانيولوسيتوبينيا اللي هي شبه غرانيولوسيتوزيس بس عندنا حاجتين اهم للفينيطوين اللي هو الهيرشوتزم والجنجفل هابربيليزي دول اكتر واضق للفينيطوين يبقى نختار ايه الفينيطوين طيب انت سجر اخلو بالكم سؤال ده عشان في فلبوريت هنا في جرانيوسيطومينيا هنا خلو بالكم احنا نختار عشان الجنجفل هابربيليزي اللي هو اكتر بقى الهيرشوتزم تعمل الانت سجر دراج انديوس هيباتيك يعني بيشغل الهباتيك ميكروزومة الانزيم اللي بيشغلو اتنين الكربامازيبين والفينيطوين ما عندناش هنا في الاختيار تغير ايه الفينيطوين لا اللام ولا الفلبوريت يبقى الفينيطوين بس طب الميكانيزم هو في اخشى بتاع الكربامازيبين شبه ايه قلنا هو شبه الفينيطوين في كل حاجة يبقى من غير ما بص على الاختيارات اختار الفينيطوين طيب اه اني دوا من الادوية دي افكتف في علاقة تراجبنا النيورولاقيا قلنا كل واحد لهو حاجة مميزة قلنا الفاكرين في في somos وانتك Geschäftجنع برده مميزة ليه طيب هنا هن لا يوجد جعوة لا يوجد جعوة هو في سين اس يعمل ندى الفلبوريت هندخل على الفلبوريك أسد بيعالج أبسنس تجر هو موجود في الظربع خنات لو رأيت الجدول موجود في الظربع خنات بيعالج أبسنس بيعالج بيعالج التونيكولونيك كيف يشتغل على كل حاجة؟ بس مهم يتقروا الاقتبارات على احسن يكون مغير في كلمة يعني مثلا يجي هنا هنا بيعاب يقول لك بيقوي وساعد الجاتاميك أسد معنى ذلك انه تساعد الجابة يغيرها في سؤال خبيث يعملها لك انهيبشن تتركز في كل حاجة لا تتركز في كل حاجة ويقول لك بيساعد الجاتاميك أسد من تصنيع الجابة هو بيسهل و بيساعده فكده بيساعد كمان بيعمل انهيباشن للجابة ترانس اما ينزل بيكسر الجابة يبقى كده بيساعد انهيباشن في السودين مشان اه موجودة فيه بيقفل بتاع الكاسي مشان اه موجودة في الجدول كمان خلو بالكم حسين يكون هنا مثلا انهيباشن خلو بالكم خلو بالكم كل كلمة فالاجابة هنا تبقى ايه ايه اخطر حاجة بقى ايه اخطر ادفرز افكت هل ريتيشن في جي اي تي نازيا وفمتك هل حاجة خطيرة طيب هل القلو بيش هتكون شعر حاجة خطيرة ممكن بس مش بيه مواد وياحنا سيديشن الهدوء ان هو يهدي الجسم ويخلي عنده سيديشن كده لا الحاجة الخطيرة اللي هاتموتني الرزبيات دي اللي هاتموت ندخل بقى عدابة تانية اسمه سوكسمايد الدول ده بيشاغل على الكاسي مشان بس موجود في الجدول بيستخدم في الافسن سيجر والمال بوتيت وورسن جراندمان خلو بالكم من الجملة دي عشان ممكن تجيلكو اسمها وورسن جراندمان غريبا دي بردو بيستخدم في المكان بس مش بقى كده ماشي بس خلو بيكون هي مش جراندمان لا دا وورسن جراندمان مش هكلم بقى هابر سنتيفتي كونفوجن هارزناشن اتاكسل نتاكسل نفس الحاجة اللي معطيته التسئلة بقى ليه ليه باستخدم الاكسسمايد عن الفلبوريت ليه باستخدم ماشي قلنا الفلبوريت باستخدم في الابسنس بردو ليه استخدم الاكسسمايد واسيب الفلبوريت اكيد علشان اخيف من الاعراض الجنبية بتاعت الفلبوريت هل الاكسسمايد اقصر فعالية من الفلبوريت لا هل بيعمل دي بريشن اكتر الفكرة كلها ان الفلبوريت ده اثار جانبية اكتر فعشان كدا بخاف منه واشتغده من السفست الى الاسكسمايد اللي هو ايه الفلبوريت ايدوسينكاتريك هابيات التوكسيسة اللي بيعملها الفلبوريت طيب السؤال بعدين ايه تشفيت حاجات بسيطة اصلا جاء تيطير اكشان نوزيا وفوميتكوبينان مش عارف ايه ايترانسات ليصر جيوفاتيك او ويقوم بتعمل بي بصبقي الكلام هو بيعالج ايه بيعالج البوتيتمل إبليبسي البوتيتمال إبليبسي دي مش هيا بتتميز إنهي حاجه هادية إنهي طفل كان يفقد الوعي فأنا بقى عايزة أغلية إرجاع لوعيهم فبيقولك للأسف للأسف إن الناس اللي بتتعالج بالإسوكسومائد ممكن هما بيتعالجوا من البوتيتمال ان يخشوا في جراندمال للأسف بقاص لني الإسوكسومائد استحالة استحالة يعالج حالة الجراندومال إبليبسي ما بيحميش منها يبقى هو دي من لحظات لقوها الناس اللي عندهم بتتمل إبليبسي لو تعالجوا بالسوكسمايد يجي لهم جراندومال إبليبسي إكسكاربيت دي يعني ميعملها إصارة يعني بيممكن يدخلني في جراندومال آه فكده الإجابة تبقيه ودي الميزة من حتة ان أنا بحلي معاكم الأسئلة مع ريفيجن يعني فيه نوقات انتو مش هتبقى وقدين بلكم منها أو هي مذكرتش أصلا في الديتا فلازم أن أنا أعرفها لكم ندخل بعد دول بعد يسمه بينزو دايازيبيت ده هباتك مايكروزومال إنزيم إيه إنهيبتور تعم البنزيم بيعمل إنهيبتور بيشتغل زي بيشتغل عجابة بيسهل شغل الجابة فبيزودها طيب بيشتغل زي قلنا عندها نوعين كلونا زباب ودايا زباب كلونا زباب ده بيشتغل في حالة البوتيتما كلاون صغير بيعالجها بيشتغل في حالة الميكلونيك دي لقوها برضو إنهيبتور ميكانيزم معين طيب الديزباب ده النوع الثاني من البنزو دايازيبين ده بيشتغل في حالة الستاتس بيشتغل في حالة البوتيتما هنعرفها بعد شوية ده كلاون صغير يبقى كلونا زباب بيشتغل عالبوتيتما وستدوين بستاتستاتس بنشتغل منها حاجة فيها دي دايازيباب تعالي نشوف الأدوية قضي الأسأل انتسجر دروغ بينزو دايازيبين كاربوا بزابين هنا السؤال جابت اللورازيباب انا عارف انا مش عندكم في الداتا بس ده سؤال موجود واختيارنا عليه مبني على ان نختار حاجة بنزوديازيبين كلهم ممكن يعني بص عشان ما اغبطش هنا السؤال بيقولك انا ادرج من ادوية ال بنزوديازيبين هل التاتا دول بنزوديازيبين لا يبقى انا اختار بنزوديازيبين الموجود اللي هو اللورازيباب زي دايازيباب هところ الجاب بالإيجابة يقول له رازيباب اه ابنسيتر وانت بتشاغغل على الجابة أما السؤال segopter ما اللي بيشاغال على الجابة جاب ايه جاب حاجة للفين بتاع الباربي مش فاكلا كان جاب لها ايه جاب بنزين للفين بتاع الباربي اوه ااه فين الجاب بنزين ايه دايازيبام مش الجاب بنزين خلي بالقوام طيبAT لماذا دايازيبام كان يهجب اا ثانية واحدة كنت احد اطراح أنت بتجفع بانزين لنفان الباربية لنفكر انه شغاله على الجاب بانزيني هو بنزودايزبين كيف هو بنزودايزبين في دول الدياسبام لسه أليها من شوية و لو كان في كل ناسباب كنت أخترتها هو بيقصب بنزودايزبين تمام جاب فان الفان ديت الفالبوريت أست هل هنا في فالبوريت؟ أه في الأست استنى عشان لقبط أه شرفت بها عشان لقبط و نسيتها هنا بيقول لك شغال على ايه شغال على سيبتور الفالبوريك أسد يكسر الترانسا امينيز اللي هو يكسر الجابة خلوا بالكم كل كلمة في سؤال قدين لغبط قدين لغبط قدين لغبط شغال على الجابة جاب بنزين للفان جاب بنزين بنزودازيبين فان فالبوريك أسد الميكانيزم شغال على الريسيبتور بنزودازيبين من هنا في دول بنزودازيبين او بربوريك أسد قلنا عشان فالبوريك أسد بيكسر الترانسا امينيز من شغال على الريسيبتور البنزودازيبين يصف فايدته بتتحدد بالتوليرانس الدواء ده للأسف الجسم بيتعاود على إيه يعني مثلا بأخده بجورة على 20 ميلي جرام مثلا بيقولك مثلا نسيت شهور فالجسم هيتعاود على 20 ميلي جرام ده ومش هيربدو يتعالج بيوم بتالي فلازم أنا أعود أزود فيهم طبعا كل ما زود ده أزود فعشان كده فايدته بتتقلل او بنفقدها بسبب التوليرانس بتاعيك كنت تعالوا الحاجة السؤال ده أنا كتباه غلط في قلب الأسئلة فهي الأسئلة لأسف والله أعظم اللغبطة مني كنابته حروف بنزودازيبين ده غلط كده بتاع اسم غريب كده أنا مش عارف كده بإزاي فخلوا بالكم مساء عشان أوليتوا السؤال ده غريب أو في قلب بتاع الأسئلة فهو بسبب كده أنا عدل بتاع دلوقتي طبعا ناسي البربوتيوريت بقى بربي بقى ايه الأنظام الانديوس بيساعد علاج بنزين من طبع الارداع بالشغل في حالة جراندومات الكلمة دي مهمة أولاً للإختار الثاني اللي هو الدواء اللي بختاره في الاتفال في الاتفال احنا قلنا من شوية خدنا برضو في الاتفال اللي هو ايه بس هل قلنا في الاتفال؟ لا ما قلناش في الاتفال احنا نقول اطفال اطفال يوبى ايه؟ ليه عشان هو بيقلل الاستيلاق الاكسجين ويمنع الاتفال طيب ليه بيستخدم في حالة الاتفال؟ هل هو بيقلل الاكسجين اللي بيستخدم بالبرين ويحمل الاتفال؟ اجابة دي صح؟ الاجابة هي ايه؟ طيب ايه هو الاتفال ممكن يدخل في بوتيت مال هو مش بيعالج نفس فكرة عالج البوتيت فدخلنا في الجراند هنا بقى عالج الجراند ممكن يدخلني في بوتيت الجراند مال إبليبس انا عانت زيادة في الاتفال اللي هم عارفين ايه؟ الاسبرتات والجوتاميت فعندي كان عندي اصارة فانا بدي دواء يهديهم ويزود الجابة اللي هي انهيبشن مش الانهيبشن دي ممكن تدخلي في انهيبشن لو طفل اخدها مش البوتيت مال ما هي الا انهيبشن اصلا ما هي ان طفل فقد وعيه علشان حصل ديسكنيكشن فمش انا ممكن انا بعالج الجراند مال اللي انا بخليها اقعد اهديها 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 من قطر ما هديها ادخلها في بوتيت مال خاصة لو هو طفل بتعالج بيها صح ولا غلطانة اه ممكن نعمل اكسارباتد الاكسارباتد لبوتيت مال ابليفسي يا رب اكونوا فهمين لو مش فهمين قولوا اعملكوا يقولوا بيها تعمم اه احنا انا بيهدي مش بيهدي هيدخل في بوتيت مال اللي هو بيهدي اصلا هو بيفقد الوعي بادي يغيب لمدة ثواني يبقى بيعمل كل مصابق اه وش افزا فولوين انسيجر دراج اسبرو دراج متابوليز توفين بربتول بصوا اووا السؤال ده مش عليكو بس انا قلت اجيبه عشان فى الكتاب كثلة الدراجرو令بوبربتول من اخرين مش موضوعنا من المعام李رفان اللي يحلنا اياه ادوية هتشغل على الجابة اهم دواء المتعلمين بالاحمر والدواء اللي موجود لواحده الدكتورة مركزتش عليه بس في دواء موجود لوحده بيعمل حاجة لوحدها يبقى اكيد ده الاهم حاجات بزود الجابة حاجات بتمنع تكسير الجابة شبه الفالبوريك أسد في وفي في جاباترين طب ليه ما اخترنش في جاباترين في السؤال الفائل بتاع الريسيبتور عشان اقولتك مش هي كان ريسيبتور عيب الفي جاباترين ان هو الريفيرزابل اللي هو اي حاجة بعملها مفيش فيها الرجوع طب رقم تلاتة بيقلل الجابة افتيك دي موجوده كده في الدايتا بس انا عايز ادودلكو كم كده بيقلل الجابة ري افتيك يعني ايه بقى يعني الجابة موجودة في الصينبس بيمنع رجوعها تاني جوا الخلية فده يزود وجود الجابة يزود وجود الجابة ويزود شغلها اللي هي ايه شغلها الاساسي ينهيبش انا كنت ضغطت في حتة دي في المحاضرة عشان ما كنتش اعرفيها وبعد كده دورت عليها تاني مش عارفة زي فتت مني حاصل ان الدكتورة مش موضحها وكتبقها ابتيك فانا انا ضغطت ابتيك ايه دي فهي المفروض ري ابتيك تعم ري ابتيك وهتنلاقي عليها سؤال انا نبقى قولها دلوقتي عشان عليها سؤال في قلب الكتاب يبقى عندنا حاجات بتشغل على ريسيبتر دول حاجات بتقلل الميتابوليزم يعني بتقلل تكسرها في شبه الفالبوريت فيجاباترين طيب خليبها لكل في بتقلل منتابوليزم جابة وعشان يفتك لان انت شاغال عجابة والفي تفكرك ان هي الرفيرز Ohh بيقلل جابة اسمه ايه طايا جابين طايا جابين طايا جابين طيب اللي يشغل بقى بقلل ان اشغل نيو ترانسيميتر اهم ده وفيهم اسمه لمو ترجين لم اقضي مهمة جدا طيب بيقفل السوديوموتشانل لمو ترجين يقفل الكالسيا لمو ترجين تعمل في كل حاجات طب بقى نشوف الأسئلة أصبحت فى أصبحت فى ستيفن جونسون سنتروم انهيد راج يستخدم في فولتج جيتد سوديو متشانل أهم حاجة عندها لمياء لكن الكرباء المسيبين يشتغل والفينوترين يشتغل لكنه يشتغل في درج هنا لم يحدد فى أخطر كله سؤالي بعد انهيد راج يشتغل انهيد فى الأدوية القديمة كان الفلبوريت فى الأدوية الجديدة تعالوا نشوف الجدم فنختار لمياء فنختار لمياء طيب السؤال ده عليكم على فكرة عشان اقلتو مش عليكم ده عليك بصوا بقى القبص فى الأسئلة بيقفل السوديم الشنل ده واسمه ايه؟ انت شايفين اللي بينكم موجودين فى الديات فنيل تريزين دريفتب ان الدواء ده جاي من المستخدص من المادة دي فجاي عليها سؤال يعني انا اصل خلوا بالكم فنيل تريزين دريفتب لموترجين لموترجين بيستخدم فى علاج ايه؟ ده موجود فى الأربع قناة بيستخدم فى علاج كله من غير مقامة من أصل مبارشل وابسنز وميكروينك زى وزى الفلبوريت الميكانزم بتاع فيا جابة جابة يبا شغل على الجابة فيا يبا يرز الريفتبول بيقصق بيقلل تكسرها زى الفلبوريت ديركت اكشن على الجابة لا انهيبشن الجابة امينو ترانسفيريس ان امي دي الريسيبتور لا انهيبشن الجابة نيورال ابتك لا قلنا اللي بيمنع الري ابتك بتاعه ايه؟ الطايع جابين يبا هو يمنع تكسير طب اندكات الريفيرزابول انهيبشن اف جابة امينو ترانسفيريس مين فيهم بيعمل الريفيرزابول انهيبشن اللي مفوش رجوع الفياجابة تري الطايع جابين ده اللي سعيد اللي غبطت فيه البلوك نيرونا الانديجلائي الريابتيك بيمنع الريابتيك بتاعهم من السينافس من السينافس يعني فلما يمنع رجوعهم يفضلوا موجودين يزيد الاكشن بتاعهم اللي هو الاكشن انهيبشن فكده بيعالك شفت النصحة منع رجوعهم الميكانيزم بتاع التو بيراميت والفيل باميت بصوا الدوائن دول موجودين في كل الجدف يعني بيعملوا كل حاجة بيقللوا الاجهزات للنورو ترانسفيريس بيمنعوا بيشتغلوا عصودي متشان بيزودوا الجابة نيورال ترانسفيريس موجودين في كل حاجة بس الدكتوره موجودين فعشان كده ايه ما اهتمتش بهم في الجدف طب السؤال اللي بعدهم ادراك شوي ازاي نختار الادوية ازاي نختار الادوية ازاي نختار الادوية هنخش على الاسئة بتاعتهم الدواء هيستخدم في علاج البرشيل والجنرائز تونيك كولونيك يوبى ايه مستوى الجدول فين البرت السي في بتاعي تمام يوبى كل الادوية الكربامازيبين بيشتغل والفالبوريت بيشتغل طب دواء بيستخدم في علاج البرشيل بس فين بارت السي في بتاعك فين فين اتوين بارت بارشيل سي في كربامازيبين في ايه فالبوريت اهم حاجة الاسكمات احفظوا الاسكمات اللي فيه والله هسهللكو جدا تعال نشوف بقى السؤال اللي بعدين الدرج اللي بيعالج المايكلونيك قلنا اللي بيعالج المايكلونيك هو الفالبوريك اسد بس هل في الاختبار فيه فالبوريك اسد لا مافيش ادام مافيش فالبوريك اسد هنختار الكلين زباب هو وجد ان هو بيعالج المايكلونيك سيجر هو وجده كده طيب الدرج اللي بيستخدم في علاج المايكلونيك سيجر في فالبوريت اختار الفالبوريت خلصانه لقيت فالبوريت اختار فالبوريت مايقيتش فالبوريت اختار الكلون الصغير الكلون ده بيتشغل في اي حاجة الدرج اللي بيستخدم في علاج الابسنس سيجر ابسنس سي تاتا سي يوب عندنا اي حاجة فيها سي السوكسوميد الموجود في الاختيارات الوحيدة اللي فيه طب بيستخدم في علاج الانتي ابسنس دراج سيجر برضو اي حاجة فيها سي ايه اللي هنا فيه سي الفلبوريت ستشوف سؤال الجاي لونج اكتنج دراج بيستخدم ضد الابسنس و ضد الماكرونيك ايه بل بيستخدم ضد الابسنس و ضد كلونيك هل الفلبوريت؟ او هل السوكسوميد؟ لا هل ايه يبقي ايه الدروف يستخدم في الابسن و must be انا جايب لكم التثثات اسادي وارا باعت انه يكون زباب يستخدم في الابسن و في الماكرونيك كلنا زباب يستخدم في الافسن و في الماكرونيك التلاته سي ايه هل الفلبوريت ينفع في 1 انتين؟ او هل الكوروني الزباب ينفع في 2 انتين؟ او هل الاكسسوميد ينفع في 2 انتين؟ او هل الابسنس بيعلج بوتيط بس ايه natu ببسو فيه حاجة اسمها في بريد كونفولشن دي بنعليكها باربي متت في المينة بالبوريت وبربيتوريت وإضايزيبام في حاجة اسمها سلسة أبيرتك تي حالة قطيرة إن الإبيرتك أعداد أكتر من خمس دقائق وإحنا قلنا من كل شيء عم نقول ثواني لا دي أعداد خمس دقائق أو جمهم اثنين سيجر أعدو خمس دقائق اثنين أعدو خمسة أو واحد أعداد أكتر من خمسة بنعليكها بأي بداو اسم الضايزيبام أو لورايزيبام أو ده موجود على فكرة في السؤال ده عشر ميلي جرام اي في كلهم اي في فوسفينيوتين ده البرودراج بتاع الفينيوتين ميت ميلي جرام وفينوبربيتول دي استخدم بدل من فوسفينيوتين لما ما استخدمتوش ويمكن نعديله جنرال أستيزي تقدير بالصيبينتال ده اسم الدواء ودي الاصليك دي مهمة برضو الدكتور ركزت عليها نعليك إزاي مستقف اكتب درج في حالة إي بصو خلق كلمة هنا قال لك اول جملة جنراليستونيكولونيك فانت تقول لي بس كربا مازيبين وفينوطين وكده لا بس خلي بالك في بيت الجملة عشان كابلكوا قلوه كلمة كلمة اول ما قال لك كلمة ستيتاس يبانا بس حط عندي الضايزيبام والورايزيبام والصياد اللي فاتت مين فيهم هنا موجود الضايزيبام تعاني نشوف السؤال اللي بعدي وده اخر سؤال استيتاس إبيباتيكس بس ضايزيبام كمال الجملة لا كده هيغير لي خلينا اختار فينو بربيتون خلو بالك خلو بالك خلو بالك خلو بالك ايرو الاسئلة كلمة كامة أنا كده خلاصتي اعرف ان طالت عليكم بصو الله عظيم المراجعة دي مفيدة جدا اه كنت عايزة اقول لكم ايه اه لو المراجعة دي اسلوبها مش مفيد عشان عملتها كذا محضرة قولوا لنا في الكومنتات اقولوا لنا مش مراجعة دي تاني واعمل اللي هي القرآن العاطرة اللي هي مراجعة سريعة للاصلاي بس الاسئلة مهمة عشان اركز لكم على كل كلمة تعم اه اتمنى اكون وفقت في شرح الروفجن وفقكم انا السلام عليكم ورحمة الله وكاته عزيزة قولي تعالى ان الذين امانوا وعملوا الصوحات اننا دي عجبنا السلام علينا رب ان ما دعبتو اشتعب يا رب مسكتهم يا الله سلام عليكم